موسيقى صباح الخير رمضان كريم رمضان لم يحلق إلا بالأكلات الطيبة والمشروبات والسنطات والكلام الحالية ماذا سوف تفضلوا على مطبخين حتى نعرف اليوم ما سوف نعمل أهلا وسهلا فيكم السلام عليكم ورحمة الله رمضان كريم يوم جديد ووصف جديد بمنتجة تابر ويرد رح نعمل اليوم الموردية اللي هي عبارة عن طبقتين من المهلبية الحليب ومهلبية أمر الدين رح نعملها اليوم بقلب السيليكون من تفر وير على شكل قلب رح نعملها كمان الكسرون الحلوة يلا نقول بسم الله باعرفكم شو المقادير بسم الله أول خطوة رح أعملها هو تحضير مهلبية أمر الدين رح أخد كوب ونص من شراب أمر الدين المجهز مسبقا آآ وطبعا السكر دايما بحكي لكم حسب الرغبة رح أحط للكمية هاي أربعة معاه الاكبار من النشا لأنه أنا بدي أعمله بالقالب فبدي يكون شوي جامد لحتى يقلب معي بسهولة آآ إذا بدك تعملي في أكواب فردية ممكن تقلي لكمية النشا آآ رح أخدهم على آآ نار متوسطة ورح أظن يقلب فيهم لحتى آآ يتطبخوا منيح آخر شي بنحط المنكهات سواء ماء زهر ماء ورد آآ فانيلا برجع لرغبتك أنت آآ بنطفي تحتها وبنضيف المنكهات وبنروح وبنسكبها في آآ الآلب وبنعمل أول طبقة من طبقات الموردية يفضل بس إنه إيش آآ نقلبها شوي لنطلع الهواء الساخن كتير منها وبعدين نسكبها بقلب الآلب آآ ما تطولوا كتير على الطبقة الثانية لحتى يلزقوا مع بعضهم وما يفصلوا منكم آآ أثناء آآ السكب آآ هون استعملت ثلاث كاسات ونص حليب آآ سائل أو بودرة حسب المطفر عندك حطيت نكهة الفانيلا الممستكة وآآ رح أنكهها بالأخير كمان بماء الزهر وبرجع وبحكي لكم إنه دايما النكهات حسب الرغبة آآ رح أقلب النشا والسكر طبعا حسب الرغبة زي ما دايما بحكي لكم رح نقلبها مع البارد آآ ونطبخهم على النار متوسطل حتى يصيروا آآ متل ما انتوا شايفين يعني لا اسميكة كتير ولا رخ كتير لكن دايما بنصح بالأوالب آآ كاتروا النشا عشان يمسك ولما تقلبوا يطلع آآ متماسك بنصبهم وبنتركهم يبردوا وبعدين بنقلبهم آآ وبعد ما بردنا الموردية ليلة كاملة بالتلاجة طبعا يفضل ليلة كاملة آآ ولكن احنا هون بالتصوير محكمين بالوقت آآ يعني ست ساعات آآ مدة منيحة انه يبرد ويمسك ببعضه آآ منيح آآ ملاحظة صغيرة ممكن تدهنوا الأوالب اللي بتحطوا فيها هيك نوع من الحلويات دهنة خفيفة من الزيت النباتي ولكن مع آآ اوالب السريكم من تابر وير آآ رح تستغنوا عن الخطوة هاي آآ عند التزيين حسب الرغبة المتوفر عندك مكسرات آآ فواكه مجففة تاعت رمضان المتوفر عندك بتقدر تزين فيه ما شاء الله المنظر والروائح بتشهي انا بتمنى تجربوه ويا رب يعجبكم ولو جربتوا وبتعرفوا الوصفة اكتبونا بالتعليقات وهيك بنقدمها وصحتين والف عافية وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم انا بتمنى اللي اقدمت بكنا بإعجابكم لا تنسوا تبقونا على صفحات السوشال ميديا عشان تعرفوا مصرقات والجوائز المقدمة للتبنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة